أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المتعلمين في هذا الفيديو الذي يتحدث عن أدوات تعديل السلوك للأفراد والمجموعات وأدوات تعديل السلوك للأفراد والمجموعات كثيرة ومتعددة تعتمد على نوع السلوك المراد تعديله والفئة العمرية والوسيلة التي من الممكن اتباعها في تعديل السلوك السلوكيات التي نود تعديلها من خلال هذا الفيديو هي اتباع نمط حياة صحي تغذوي ورياضي للوقاية من السرطان 2. إجراء فحصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون وبشكل دوري البيئة التي نود تأثير من خلالها على الأفراد والمجموعات هي محاضرات توعوية أو مجموعات مساندة أو خلال زيارات إرشادية شخصية أو جماعية ولتنوع أدوات تعديل السلوك كما وأستفنى في الذكر قمنا باختيار ثلاث أدوات لتعديل السلوك تشمل نافذة الاعتقاد احترام الذات النقل الإجابي هذه الأدوات الثلاث سوف تمكننا من التخطيط لجلساتنا بطريقة أكثر فعالية تمكننا من نقل المعلومة وتعديل السلوك المطلوب في آن واحد ونبدأ بالأداء الأولى وهي نافذة الاعتقاد مفهوم نافذة الاعتقاد تعرف نافذة الاعتقاد على أنها نافذة تتحكم أو تؤثر على أفعالنا أو ردود أفعالنا من خلال ما نعتقده وليس بالضرورة أن تمثل اعتقاداتنا الواقع بل هي إنعكاس تجاربنا والتي قد تكون سلبية والتي أدت بكتابة قوانين على نافذة الاعتقاد تمنعنا من ممارسة بعض السلوكيات شكل نافذة الاعتقاد موجود هنا كما ترونه في هذه الصورة هي نافذة وهمية يكتب فيها اعتقادات وأفكار وخبرات شخصية ومعرفية مكونة لدى الأشخاص تؤدي إلى تصرفات وتفاعلات مع المحيط الخاص بهم ناتجة عن رؤيتهم للعالم من خلال هذه النافذة هل من الممكن أن تكون رؤيته للعالم غير منطقية أو غير صحيحة؟ نعم لأن أغلب ما يكتب على هذه النافذة ممتلئة باعتقدات قديمة غير صحيحة وتؤدي إلى هزيمة الذات وأذية النفس ومن الواجب مسحها ما علاقة نافذة الاعتقاد بالسلوك؟ كما ترون في الصورة التالية ما يدفعنا للقيام بسلوك معين هو مجموعة من الاحتياجات كحاجة بالاهتمام أو الحب أو الأمان وحتى أحقق هذه الحاجة أهب للقيام بسلوك المطلوب ولكن تواجهني نافذة الاعتقاد الممتلئة والتي تمنعني من الرؤية الصحيحة فنضع الكثير من القواعد التي تجعلنا نتصرف بسلبية وتنمنعنا من ممارسة السلوك الصحيح فنصل إلى نتائج غير حميدة مثال على ذلك أريد إجراء فحص القلون المبكر ولكن تواجهني نافذة الاعتقاد الخاصة به ماذا لو كان الفحص مؤلم؟ ماذا لو اكتشفت أن لدي سرطان القلون؟ هل سوف أحتاج إلى علاجات صعبة؟ كل الأسئلة التي سبق ذكرها ستعبئ نافذة الاعتقاد الخاصة به والتي ستنتج عنها قاعدة مثال على ذلك لن أفتح على نفسي أبواب غير مريحة اللي ربنا كاتبه رح يصير ينتج عن هذا المعتقد تصرف سلبي يمنع الشخص من القيام بحصات الكشن وبكر والنتيجة النهائية في العادة تكون سلبية كالكشف عن سرطان القلون في مراحل المتأخرة لا سمح الله إجراءات التعامل مع نافذة الاعتقاد الممتلئة في نهاية أي جلسة توعوية أو محاضرة أو مجموعة دعم على المرشد سؤال الشخص أو مجموعة الأشخاص المستهدفين عن المعيقات التي تمنعهم من ممارسة السلوك الصحيح وكتابتها ثم توضيح لهم بالإجابة عن كل معيق على حدة بهذه الطريقة يتم ضحض المعيقات وبالتالي يمسح نافذة الاعتقاد لدى الأشخاص تساعد هذه الطريقة المرشد إلى الوصول مع الشخص المستهدف إلى السلوك الصحيح مثال على ذلك يتم تخدير الشخص الذي يقوم بالكشف المبكر عن القلون فلن يشعر بأي ألم وقدرة الشخص على كشفه مبكرا تزيد من فرص الشفاء بنسبة 98% حيث يكون علاج أقل كثافة والذي يؤكد على أهمية الكشف المبكر الذي سيساهم في إنقاذ حياتك في هذا المثال تمت مناقشة كل معيق على حدة والتي أدت إلى مسح نافذة الاعتقاد لدى الشخص ينتج عنها وضع قاعدة إن كشفت مبكرا فهذا سوف ينقذ حياتي وبالتالي أقوم بالسلوك الصحيح وهو إجراء فحصات الكشف المبكر دوريا والذي ينتج عنه كشفه مبكرا للسلطان وإنقاذ حياته في حال أصيب بذلك الأداة الثالثة هي النقل الإيجابي الخاصة بتعديل السلوك يعاد النقل الإيجابي أحد أهم الطرق في تعديل السلوكيات لدى البالغين إذ أن النقل الإيجابي يبني خبرات تعليمية إيجابية وتحفيزية من شأنها دفع الأشخاص لاعتناق السلوك الإيجابي لأنها تستخدم الحوار حول التجارب الإيجابية الماضية لبناء خطط مستقبلية عيوضا عن التركيز عن المشاكل وتساعد للبالغين على رؤية الصورة بشكل كامل كما وتساعد في إيجاد الحلول أمثلة على أنشطة تقوم على مبدأ النقل الإيجابي تستخدم للتأثير على الأفراد والمجموعات تشمل الدورات التدريبية المحاضرات والزيارات المنزلية مسرحيات كوميدية وتعليمية قصص لأمثلة من المجتمع وقصص لناجيات أو ناجين من السلطان قصص نجاح لمدخنين توقفوا عن التدخين وأصبحوا ناشطين في مكافحة السلطان رسوم هزلية وكاريكاتارية أنشطة كأيام مفتوحة وأنشطة مشي سريع وإلى آخره مثال على أحد النشاطات التي تمثل النقل الإيجابي موجودة في الرابطين الموجودين أسفل الصفحة يمكن استخدام هذه الأمثلة في الجلسات المتنوعة والتي تطفي طابعاً إيجابياً هزلياً والذي بالتالي يكسب المجموعة مشاعر إيجابية تمكنهم من تقبل السلوك المطلوب وممارسته تبعاً لذلك احترام الذات وتعديل السلوك هو جزء الثالث أو الأداة الثالثة التي تمكننا من تعديل سلوكيات الأفراد والمجموعات وجدت دراسات البرنامج الأردني من سرطان الثدي أن أحد المعيقات التي تمنع السيدات من إجراء فحوصات الكشن وبكر عن سرطان الثدي هو عدم شعور المرأة بأهميتها وعدم اعتبار المرأة نفسها أولوية بل أن المرأة قد تضع أسرتها زوجها وأطفالها قبلها في جميع مناحة الحياة وأشارت الدراسات المتعلقة بتعديل السلوك أنه كلما كان الشخص يحترم ذاته أكثر كلما كان أكثر على اعتناق السلوكيات الإيجابية التي من شأنها الحفاظ على صحته وحياته وبالتالي الذي وصلنا إلى استنتاج مهم خلال جلساتنا توعوية الفردية والجماعية التي تشير إلى أهمية منح السيدة وقتاً كافاً تعبر فيه بالكتابة عن أمرين رئيسيين تقدير الذات والثقة بالنفس مكونات احترام الذات التي ذكرناها سابقاً تقدير الذات والثقة بالنفس نعني بتقدير الذات هو ما ينبع من خصائص ولدت بها السيدة والتي تعطيها قيمة شخصية لذاتها مثال على ذلك إني أقدر نفسي لإني شخص كريم بطبعي أسامح محبة أتمنى الخير للآخرين كل هذه الصفات تساعدني في تقدير ذاتي الخاصية الثانية والتي تساعد الشخص على احترام ذاته هو مدى ثقته بنفسه وهي الخاصية التي تنتج من الشعور بالكفاءة الشخصية التي تنتج عن العلوم والخبرات التي اكتسبها مثال على ذلك حصولي على درجة الماجستير أو لدي خبرة عملية تصل إلى عشر سنوات وغيرها من الخصائص التقنية التي تكسبني إحساس بكفاءة الشخصية كما واشرنا سابقاً أعزائي المتعلمين على المرشد أو الشخص الذي ينوي إحداث تأثير على سلوك الأفراد والمجموعات مناقشة مبدأ احترام الذات مع الفئة المستهدفة والتي تعيد وضع الشخص لنفسه على أنه أولوية في عمله ومنزله ومجتمعه وهو الذي سيدفعه تباعاً إلى اعتناق وممارسة السلوك المراد تعديله وبهكذا نكون قد انتهينا في هذا الفيديو من تعريف السلوك وتعريف تعديل السلوك والأدوات الرئيسية التي تساعدنا في تعديل سلوك الأفراد والمجموعات للتطبيق ما تعلمناه جميعاً ستكون هناك مهمة في هذا القسم معنونة بتطبيق مفهوم وأدوات تعديل السلوك للأفراد والمجموعات عليكم أعزائي المتعلمين حل هذا التمرين لتطبيق المفاهيم التي تم ذكرها خلال هذه الجلسة